كيفتك الكريم النهاردة الزمالك كنت بتكلم في المقدمة انه اهم شيء انه الزمالك النهاردة بيكسب بقاله سنين ما بيكسبش في بداية دول المجموعات في بطولات افراقيا والاهم التاني انه الزمالك بيخش فيه اهداف الموسم كله بيخش فيه اهداف تمام مباريات بقى اهداف والنهاردة الامور بقيت من غير اهداف ومرماك فيه ايجابيات في المباراة النهاردة رغم ان المباراة بشكل عام مش هاي بتطفق وتختلف معي ما كانتش شكلها حلوة لا انا بتطفق معك يمكن فنيا ما كانتش حلوة ما تطمنش جمهور الزمالك اوي لكن احنا دايما دورنا ان احنا بندور على النقط المضيئة وخصوصا كمان ان الزمالك زي ما انت قلت يا كريم بقاله فترة كبيرة جدا ما اكسبش في المباركة في تحية سواء كونفترية أو ابطال أفريقيا فدي برضو فرق مع اللعيبة شوية النهاردة كمانك كابتن معتمد يمكن نصرح بعد اللقاء قالك كان فيه تخوف شوية من اللعيبة يعني اللعيبة فعلا حسبها وعرفها زيهم زينا خلاص مش داخل المطش وخلاص فانت عارف ان انت بقالك فترة كبيرة جدا داخل في ست سنين ما بتكسبش في المباركة اللي بتتحية فدي كانت عاملة شوية لود أو ضغط شوية على اللعيبة النتائج السلبية الفترة اللي فاتت دي باستثناء مباركة برامد مأثرة على اللعيبة تغيير طرق اللعب مأثرة على اللعيبة لكن خلينا نقول الأول النهاردة الإيجابيات اللي الزمالك تلعب بها وانت قلتها ان مجاش هدف النهاردة في طريقة لعب أو تشكيل على أرض الواقع واضح لأي حد بتفرج أربعة اتنين تلاتة واحد بتتفق تختلف ان أوباما لعب مفروض يلعب عشرة ولكن هو لعب راس حربة وعندك تلاتة فراودة قاعدين برا زي في الدين الجزيرة أو سامسون أو ناصر منسي دي بتفرق كتير جدا مع الزمالك راس حربة لكن كل ده ممكن ان اتفق ان اختلف فيه بتتكلم في جسئية لعيب واحد لكن طريقة الزمالك النهاردة طريقة كويس انا شايفها كويس ساعدته ان ما يجيش فيه اهداف خلي بالك الزمالك عشان برضو ما نقولش ان الخصم ضعيف لأ الخصم النهاردة خلي بالك يعني فرقة أبوسليمي الليبي فجأتنا كلنا فرقة جدا صح عندهم حاجة بيشتغلوا عليها يعني دايما تحس ان في فكرة في الملعب ما ومش معنى ان انت بتدافع او عامل كومباكت قدام التمنتاشر وبقفل بشكل كويس يبقى انت غاية تدافع بس لأ هو كان عنده فكر بيلعب بيه عنده سرعات كبيرة جدا كان ممكن يستغل لها سواء في الشوط الاول او التاني لكن انا شايف ان طريقة اللعب الامسل للزمالك اربعة ورا دي مريحة شوية المدافعين كمان اتنين واقفين عندهم يلدفعية زي السيسي او دونجا بتغطي او بتريح شوية المدافعين ده فيه برضو من بتريح كمان الجزء الهجومي وبتريح الجزء الهجومي ازاي ما احنا اتكلمنا قبل كده اقول احنا عايزين شوية تحرر للاربعة او خمسة اللي بيزيدوا في الهجم النادس الزمالك ففي حاجات ايجابية كترة جدا لكن انت النهاردة بتلعب فريق منظم فريق محترم على العكس ان انت ممكن تكون قابلت ارتس لار وجيفك التلات اهداف هدفين برا وهدف جوه دي انا شايفها كالسة في حد ذاتها ان ممكن تكون فرقة ما عندهش كوارتي عالي او حتى عندها امكانيات او عندها فكرة حتى بتلعبك لعب عشوائي وبتوصل رغم النادي مثلا زي ابو سليمي الليبي ده مش برضو مش نادي كبير في القرار الافريقية بس حتى بس ارتس لار ده ما يجيش نصه حتى صحيح برضو انت عشان احنا عارفين برضو السادة المشاهدين يقول لك الزمالك بلاعبش حد لا الزمالك بلاعب فرقة كويس الزمالك بلاعب فرقة منظمة الزمالك ممكن احنا اكيد الزمالك افضل بتاريخه واللعب اللي عنده كل شيء بمسافة بس على قل انت بتواجه فريق منظم يعني بتواجه فريق منظم وخلي بالك الزمالك عنده مشكلة واحنا اتكلمنا نافع في الاستوديو من بداية الدوري ما بدأ الزمالك ما بيعرفش لغاية دلوقتي قابل الفرق اللي بتعمل تكترة الدفاعية او بمعنى صح ما بيعرفش ان هي المباراة بدري صعب جدا المباراة الوحيدة يمكن اللي خلصها في الدوري بدري مباراة تسموحها عشان الكابت ان احمد سامي كان فتح الجيم وبلعب جيم مفتوح فالزمالك لقى المساحات اللي هو بيحبها لكن اي فرقة بتلعب دفاع منطقة قدام للزمالك الزمالك بيواجه صوبة كبيرة جدا